أجمل تحية أعزائي خلينا نتحدث بشكل سريع عن الأبراج أو توقعات الأبراج خلال الأسبوع القادم ابتداء من يوم السبت المصادف الثامن عشر من شهر آذار مارس إلى الجماعة الرابعة والعشرين من نفس الشهر أعزائي الأسبوع القادم راح يكون بي كثير من الأحداث وكثير من التغيرات راح إن شاء الله نتحدث عنها بهذا الفيديو القصير حاليا وضعية الكواكب بلوتو في العشرية الثالثة من مجموعة الجدي الترابية عطارت في العشرية الثانية من مجموعة الدلو الهوائية زحل الساتورن في العشرية الأولى من مجموعة الحوت المائية عطارت الشمس أو أشعة الشمس في العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية كلهما يعمل اقتران على درجة عالية مع نبتون المتواجد أيضا في العشرية الثالثة من مجموعة الحوت المائية في العشرية الثانية من مجموعة الحمل النارية يتواجد كوكب جوبيتير المشتري وفي العشرية الأولى من مجموعة الثور الترابية يتواجد كوكب الزهرة وفي العشرية الثانية من مجموعة الثور الترابية يتواجد كوكب أورانوس المريخ متواجد في العشرية الثالثة من مجموعة الجوزاء الهوائية هذا بشكل عام تواجد الكواكب الآن راح نشوف التحولات أو التغييرات اللي راح تحدث من الأسبوع القادم بالنسبة للانتقالات بالنسبة للكواكب راح نشوف أول انتقال هو لأشعة الشمس فجر الثلاثاء إلى مجموعة الحمل النارية طبعا هذا الانتقال راح يجعل خلو مسار إلى مواليد الحوت يستمر إلى الثامنة وتلات دقائق من صباح الأربعاء انتقال آخر إلى كوكب عطارد أمن مجموعة الحوت المائية إلى مجموعة الحمل النارية راح يكون صباح الأحد راح يدخل مواليد الحوت بفترة دخله مسار ثاني تستمر إلى الرابعة وأربع دقائق من فجر الاثنين راح نشهد أيضا انتقال وهذا انتقال خطر ومهم هو انتقال بلوتو فجر الجمعة إلى مجموعة الدلو الهوائية مما يدخل مواليد الجديد فتدخله مسار تستمر إلى السابع من شهر أبريل القادم طبعا هذا راح يكون تأثيراته أكثر بالأسبوع القادم لأنه راح يكون انتقالة بلوتو هو في آخر يوم بالأسبوع فرح نتحدث إن شاء الله أن تأثيراته بالأسبوع القادم تكون أكثر وأقوى نتوقع نتوقع وفاة شخصية مهمة الأبراج التي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي الحمل الجوزاء والأسد والأبراج التي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي العذراء الميزان والجدي حركة القمر يومي السابت والأحد في مجموعة الدلو الهوائية الاثنين الثلاثة القمر في مجموعة الحوت المائية الأربعاء الخميس ينتقل القمر إلى مجموعة الحمل النارية وفي آخر يوم من الأسبوع القمر في مجموعة الثور الترابية وعليه الثور راح يكون من أكثر الأبراج انخفاضا في الأسبوع القادم أعزائي حركة القمر هي حركة تقريبية نتحدث عن الأيام بدن الطرق إلى الساعات والدقاق أفضل الأبراج أو الصدارة راح تكون إلى القوس مع ارتفاع إلى كل من العقرب الصرطان الجوزاء وانخفاض إلى أبراج الحوت الثور والميزان بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات الدلو وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات الحمل وتنخفض مؤشرات العذراء وفي نهاية الأسبوع ترتفع مؤشرات الأسد وتنخفض مؤشرات الجدي الحمل يستفيد ماليا له أربعة نجوم الثور عليه الاهتمام بصحته نجمة واحدة الجوزاء يستنشق الصعداء ثلاثة نجوم الصرطان يتخذ قرار هام ثلاثة نجوم الأسد يسمع خبر سار ثلاثة نجوم العذراء يختلف مع المقربين نجمتين الميزان يتوتر لأتفه الأسباب وله نجمة واحدة العقرب يعيد من حساباته الميهنية وله ثلاثة نجوم القوس قمة في النشاط والحيوية خمسة نجوم الجدي تزداد إنفاقاته له نجمة واحدة الدلو في شباك الغرام أربعة نجوم والحوت مبعثة للأفكار نجمة واحدة الأبراج الصينية الفار يحقق انتصار له خمسة نجوم القرد تتسلط عليه الأضواء له ثلاثة نجوم البقر لديه لقاء مميز ثلاثة نجوم الكلب عليه الحذر من المقربين وله نجمة واحدة الأبراج الهندية الجمل يسعد بصحبة الأحبة له ثلاثة نجوم الخمار ينتظر مفاجئة ثلاثة نجوم القنفذ عليه الحذر من المخاطر الطريق نجمة واحدة وأخيرا مولود بورت شجرة الدردار الدرويدي خطوتيني إلى الأمام وله أربعة نجوم أفضل أبراج رح يكون الفأر القوس وأسوأ الأبراج الكلب الثور في العشريتين الأولى والثانية ملك الأسبوع مولود الخميس الثالث والعشرين من آذار مارس أعزالي معرفة البرج الهندي والصيني والدرويدي بالإمكان الدخول إلى موقعي الإلكتروني parascopa.de والمتواجد في صندوق الوصف تحياتي تقابل فاق مودتي هذه أحلى وأجمل وأنقى روزة